لقي قائد ميداني من ميليشيات الحوثي مصرعه خلال مواجهة مع الجيش الوطني في محافظة لحجة وذكر مصرع اسكري أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش بمنطقة الغريبة في جبهة حمالة بمنطقة كاريش مديرية القبيطة شمال لحجة وضاف أن الجيش تمكن عقب مواجهة من صد الهجوم وتكبيد المهاجمين ثلاثة قتلى بينهم القيادية المدعوى أبو عبدالله العمراني وجرح سبع آخرين وكان الجيش الوطني قد أعلن في وقت سابق عن تبكن قواته من تحرير تلال الساقية والعدن والأسرى بالإضافة إلى تلال الكرب ومفرق جبل النبي شعيبة ومفرق الكعبين إثره هجوم عن الحوثيين شرق مديرية القبيطة